نروح مع حضراتكم على أخبار الرياضة العالمية هنروح فضعاً للرياضة العالمية لكن لغرائب يعني للرياضة هنا وغرائب المباريات المرة دي هنروح لنادي كونفينكا والداب الدوري طبعاً البرازيلي وقع بطالها لعب اسمه نيتو بيرولا خلال مواجهة فريقه ضد فريق آخر في ديئة تحديداً 39 من الشروط الثاني بيرولا حصل على بطاقة الصفراء الثانية فبالتالي فيه بطاقة حمراء طرد هو أدرك بقى وقتها أنه هو حيترد فراح يضرب الحكم يعني ما سكيتش راح يضرب الحكم وعترض على العقوبة طيب حيجي تقولي كده الكلام خلص لا الكلام برضو مخلص اللاعب راح للحكم مرة تانية وحاول أنه هو يشتبك معاه لفظياً وطبعاً اللعيبة حاولوا أنه هما يبعدوه يعني وخرجوه بره الملعب لكن هو كان تعصف جداً وحتى كان ضربه أو تعدي عليه كمان يعني ضربات بالقدم يعني كان الموضوع غريب قوي فكرة هنا برضو عدم ضبط النفس في الرياضة أو يعني خيروا الصورة مش واخدين عليها فكمان مش محلية نحن مش واخدين عياء عالمياً فده شيء غريب شوية بس كانت حاجة ناس كتير علاقة عليها طبعاً وعتقد أن اللاعب ده مش هيعد الموضوع كده بالنسبة ولأكيد حتلقى عقاب يعني رادع زائم ده أقل واجب هو من وجه الناس وقال لك إيه طرد بطرد بقى طب مدر بحكم بالبرة قبل ما روح طب محدش يعمل كده فعلاً وأكيد طبعاً لازم هكون فيه عقوبة راضعة ترجمة نانسي قنقر